السلام عليكم شوفوا معي هذا العسل اللي غادي نقدم لكم اليوم رائع غادي نفتتحو به الفقرة الرمضانية ان شاء الله شحال خاتر و شحال تقيل شحال زوين غادي نفعكم في الموع السلاة غادي نفعكم في الشباكيوف بزاف ديال الحواج شوفوا القوام ديالو كيفاش دير بقوامي حتى الأخير شوفوا المقادر والطريقة ديال التحضير السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم غادي نقدم لكم طريقة ديالة العسل اللي غادي نستخدمه في الموع السلاة و ديال الرمضان و في الشباكيه كذلك كي يجي رائع و كي يجي زوين و كي يجي تقيل بالنسبة المقادر عندي هنا يا اطرو ديال الما عندي هنا قلب ديال السكر و عندي هنا يا حمضة مقطع دوائر عندي عود ديال القرفة و عندي هنا يا باديانة غادي نضيفوا هاد اطرة الماء هنا في الكوكوت على هاد القلب ديال السكر و غادي نضيفوا على هاد المكونات هادو الحمض القرفة عود القرفة و باديانة غادي نضيفوا غير هناية على جانب على ما يفزقوا يبدأ يهبط شوية غادي نرطوه فوق النار سوف تلاحظوا هنا بعد ما بقلع الشياء كلها غير هبط هذا كل قلب ديال السكر رطته فوق النار و غادي نتسنح تطلع الغلية سوف تلاحظوا الكوكوت هانتو مبتا تكتغلة غادي نغطيها و غادي نستعليها مدتة فمسة و 40 دقيقة سوف نحل الكوكوت معكم و سوف نرى ما يوجد العسل سوف نغطيها و سوف نرى ما يصبح صباح الخير و صباح النور كيف ما قلت لكم العسل رهبات ليلا كاملة سوف نرى ما يصبح صباح سوف نرى ما يصبح انه في قوام مبتا سوف نرى ما يصبح سوف نرى ما يصبح الضغطيه سوف نرى ما يصبح حبيبتها سوف نضيف العسل شكرا جدا للمشاهده نتمنى انكم تجربوه رائع و تصدق من اول مرة نسبة لكم التناس الممتدئة من مصوب العسل سوف نجح معكم 100% اشتركوا في القناة